السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في ستي سكايلين الحين نحن يعني ياسن نمشي آخر فترة على انجازات كل انجازات يعني الحين هنا فيوجين باور بلانت أتصور بيكون هنا هي جزء من هذا قاعدين نمشي على المونيمونت والشغلات القصوى في اللعبة هاي آخر آخر تقييم يعني ما في يعني بنحطي كل شيء نحن قريب في اللعبة بس المعضلة فاننا الحين محتاج ببدل الشوية هني الى عماير لان مش بس مساحة المكان فيه خدمات وايد ممكن استفيد منه للعماير يعني الحين بحطي عماير هني انا مش خسران شي عندهم مفروض بذكر موجود كل شي موجود العيادة عندهم موجودة قبل لاحد يموت بنحطي لهم عيادة هني لانه يتمون يموتون علينا منزين اكيد في مشكلة عندهم صحية ونبقى نرفع في اجواء المدينة صحة الناس يعني سوالة في نفس السونة هذا بحاول احشرها في النص مثل الحديقة هاي احطي فيها سونة اوكي الحديقة هاي مثلا تستاهل السونة شوفوا منزين شغلات غير السونة السونة مثلا شي مسبح مسبح كم حجمه حجمه صغير اقدر احطي في مكان نفس هذا هذا بيرفع الصحة العامة للناس واللي هو مفروض يقلل عدد الوفيات يقلل كل شي عندي مثلا جم بحطي لهم جم في نص العماير هني اصلا نص مش موجودين صح فانا بنرفع الصحة العامة للناس اللي موجودين طبعا هما بياخذ منه وقت وايد هني اكثر ناس محتاجين صحة هاي اكثر ناس حديقة يوغا مثلا بنحطي لهم هاي على البحر ولا اه نقدر نحطي حديقة اليوغا عندهم هني مكان فاضي عند الخدمات شوفوا كيف بيستنسون العالم هني هذا تاخذ على اريا وبنحطي مثلا هني الاخره قطعة هني استنسوا العالم استوى المكان عبارة عن منتجات يعني المدينة استوى شبه سياحية خلاص يعني من وراها السوالة نشوفوا انتو كيف المكان قاعد يزداد تركيزه طبعا هاي شي يكلف فلوس المشكلة اذا الواحد بيسوي هاي شي بيكلفه وايد 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 فلوس يعني كان عندنا جريب المليون الحين حين صرفنا خمسمية الف بس في صدد هذا الشي بس في عندنا شغلات ثانية بعد تصرف الفلوس نفس الباور الحين عندنا احنا عند الباور اذا بنحطي مونيومنت لازم نبدأ من التعامل مع الميزانية بشكل صحيح يعني صيانة الشوارع تشوف القاربز كم ياخذ عشرين الف الصحة تاخذ خمسة وعشرين الف وشي ممكن ان نقصها لانها متوازعة الحين على صحة الناس العامة مفروض تكون ممتازة افريج هلت ممتاز مش محتاجي اني يكلفني هذا كله نزلت التكلفة مالهم مثل خمسة وعشرين الف الشرطة مفروض اني ما احتاج هالكثر شرطة محتاج توزيع للشرطة ممكن انزل الكفاءة مال الشرطة مش الكفاءة ولا الميزانية مالهم شوية على اساس اني يكفينا نحن بس بنشيك على الشرطة عندنا مشاكل ما عندنا مشاكل مع الشرطة فيالس اتفع لهم وايد فلوس انا احسنها على الفاضي فبالطريقة هاي احاول اني ايب كمية فلوس اكبر عساس اقدر استمر في المدينة الحدائق الحدائق مثلا حين تشوفوا الحدائق تكلفني 11 الف مدخولها سبعة الاف ممكن انزل شوية ميزانيتها معنا ما عليها الزحمة اللي انا اترجاها منه ولا اللي انا اتوقع انها بتيني ليش اقعد اكلف على نفسي زيادة شوفوا بنزلها لين الحين كان بينزل ها لين عشر تلاف وشوي هذا كله يصب في نطاق الفايدة اللي نحن ندفعه شوفوا نفس الطاقات البديلة اللي نحن بنبدأ نسويها شوفوا الطلب على السكان يزيد الطلب على التجارة يزيد ونحن عندنا هني مجموعة عماير وعماير وسطهم بيوت فهني بالتالي انا باضطر الى وسط المدينة هاي يعني هني عندي بيوت ما راح اغيرها راح اغير البيوت اللي هني على الطرف هاي الى عماير هاي تستقبل زحمة كبيرة ما علينا ممزين بس ما بحول هذي بحاول اني احول اللي في هذا الاتجاه المربعات ليش لان هاي العشارة عقل زحمة فبالتالي بيه هني باخذ هاي ببدلهم شوفوا لان قيمة الارضية هني بعد وايد عالية ترى يعني فالعماير اللي بتطلع مش عماير صغيرة بتطلع عماير ضخمة فانا استعمل كل شي موجودة هني الخدمات اللي موجودة الشخص اللي موجود الشخص اللي يملك الارض هاي ترى بيحصل فلوس اوكي هذا نحاول بنحاول ماذرا العادة بتشوفون بعض الاماكن ما راح تبني لاني انا بنيت فوق الطلب يعني انا اتوقع شبه متأكد اني بنيت فوق الطلب لان هذا بينزل قبل العماير بس ما عليه الزحمة بتتركز في اماكن بتشتوي في اماكن اوكي الحين هالبيوت بترجع تبني بترفع وياها الاقتصاد يوم ترجع تبني لاننا الحين مثلا انا بكلمكم القيمة اللي الموجودة عنه هني جدا مرتفعة ترى يعني هالبيوت اكثر ناس اغنياء موجودين في المنطقة كلها من الاخر من الاخر بس شوفوا العماير اللي قاعد تطلع سبة الموضوع شوفوا شوفوا اشكال العماير اللي بتطلع يعني هاي عماير صغيرة الحينة ما عنا الطلب الضخم ولا الطلب اللي مثلا يبرد الخاطر على قولتهم بس حتى سوق السمج صغال ترى سوق السمج والله مسوي شغل يبيع 120 سمكة من اول ما بدين الى الحين ترى منزين والمواصلات هني والزحمة بتحسبونها بتخف ما بتخف لان اللي بتطلع هني عماير منزين الديكاكين عنا ديكاكين هني انا ما بروح ببني ديكاكين يديد وبسوي لا بي عند هاي ديكاكين بلغيها وبحطي عمارة عمارتين ثلاثة أربعة خمسة ستة تبعة ثمانية تسعة عشرة لانه قام يطلع عندي شغلات الكبيرة هاي تصرف وايتولوس شوفوا الشغلات الضخمة لنفس هذا هذا ياخذ منه مثلا اللي بننا في الفيديو الماضي ستة عشرة ألف أسبوعيا الحين شي عوض خسارة نفسها انتو خبروني الخسارة النفسهاي تقتل تقتل في طريقة الغشة هني على هذا المستوى اللي يقول لي ارفع الضرائب عنده وجهة نظر هني اقدر انا ارفع الضرائب ليش لان السكان قاعد يدخلوني مئة وثلاثين ألف فلو اقدر ارفع الضرائب بس مفروض في موقف نفس هذا انا ما احتاج فعليا انتو خبروني مقابل شو مقابل خدمات عامة اكثرها يعني الحين خدمات عامة دخلي ستة المواصلات اصرف عليها سبع وسبعين ألف يمكن اخليها بلاش ممكن تخليلي احسن بعد تسوي عليها زحمة اكثر المصانع تسعة ثلاثين ألف بس مدخولها هاي يعني متموج لاننا مصانع يونيك فاكتوريز يعني بتنتج لك مرة واحدة وبتبيع بيرتفع لمئة وثلاثين ألف مئة وخمسين ألف مئة ألف على حسب كم بتبيع شوفوا متقلب حسب السوق وهو كم يدفع عنا المباني تجارية وغيره والتعليم مثلا تعليم تعليم لحن تعليم يكلفني عشرين ألف يدخل ثنين وعشرين ألف يعني يا الله يدخل لألفين الكهرباء أصرف عليها أربعة عشر ألف آها يبن نقص الحين ثمانت آلاف زيادة الماء والتصريف قاعد أصرف عليه كم بلاوي بلاوي الماء قاعد أصرف عليه بس في شغلات نفس الفيوجن بلانت هذا مفروض ينقص صرفيتي للأبد عندكم ما نباه هذا الحين في شيء في الماء المستشفى طبي هذا مفروض أن يكون جبار هاي شو؟ هذا هذا مثلا ابحاث هذا دومز دي يمزيز الهيوج اندر جراوند فاسيليتي هذا الناس يشارد له المتدس ريسايكلينج بلانت هذا لازم اسويه يو الله ثمانمائة الف في الاسبوع يصرف ستين ميجا واط فقط يعني انت تعرفون انا كم اصرف الحين على القاربش يعني هذا ثمانة الاف في الاسبوع قابل ثمانمائة الف اللي هو تقريبا نفس اللي عندي يعني الالتمت بشكل اروم يحطي واحد اظنى من هذا بس هذا بيكون ضخم جدا هذا يبالنا نبدأ نشتغل عليه هنزين كاسل لورد اظنى هذا حق السياحة هي انترتين منت امية وما في بولوشن زيرو هنزين هاي الامور عشان نسويها من الحينة يلا سيحاول اضغط الاماكن لن شوفوا الخريطة مانا ترى فل شوفوا الخريطة مانا شبه فل يعني هاي اماكن ما ابقى اعبي فيها شي حاليا بس فيه مخططات يمكن مستقبلية تستوي هذا شو عند الشرطة يا شرطي لان نزلنا الميزانية يعني مرات تطلع عليك مشاكل اذا نزلك ميزانية شي ترى فالاحسن انك ترد النفس مكانت كلا اخبار يمسكونا ولا ما يمسكونا ايوا بيمسكونا لنزلنا الميزانية لازم يمسكونا مجرمين هاي تشوفوا الحين تشوفوا المدخول الحين هذا نطمن الورى المصانع المصانع خلاص قاعد تبيع الحين بعد يضرب عندنا الفلوس وضرب فوق مرة نقدر الحركة الهاك هاي مثلا عاش 15% نوصلها مثلا 24% 29% شوف كم الدخل 14000 29% ونزيدة 50 الف مثلا بس الناس بتطلع على طول شوفوا شوفوا الصورة وراء كيف تطلع فالنزلة احسن خلي الناس مشتنسة فوحدة من الشغلات المفيدة ان الواحد اللي انا اكتشفته على الطريق المنيمت الحين المنيمت اللي بنيناها ولا اللي ناوينا بني مثل الباور بلانت هذا 100000 من وراء منه شوف السكان معاني نزلت التاكسا الحين ارتفع الحين بيرد ينزل فلا الأسبوع هذا ضرب من اللي قدرنا نضربه ولا نقدر ناخده اللي نقدر ناخده بس الهدف الأخير يعني في الموضوع هذا كله انا اصبح لتكلم عشر دقائق ان انت تي تقدر تنزل الميزانيات على حسب احتياجك يعني مثلا هذا ما اصرف عليه شيء الباصات يمكن مش فعالة الهذا مش فعال مثلا انا ما احسى فعليا فعال بس اباحك شكل بنزله بنزله للنص ما عليه النقل البحري ترى وايد قاعد اصرف عليه فلوسنا الطيران خلط طيران قاعد يبلي وايد نص السياحة مثلا تقدرون تنزلون ترفعون الفرق ما بين الصرف وما بين شو صديقنا هذا المهم فلهذا السبب انا بديت اطور بعض الاماكن نفس هالاماكن انا طورتها اللي عموا ارتفوا شوي شوي راح يبنون ترى دام عندهم طلب وعندهم قيمة ارضية عارية راح يطلبون كثير وراح يطورون لانه هاي اقوى مكان في المدن كلها يعني حاليا ايمكن هذا اقوى مكان اللي انتو تشوفونه واللي عقبة الحينة شو بيستوي بسوي شتابل اللعبة حلو الحينة كم نصرف على الباور انا هذا واحد من شغلات اللي عيبتني في المونيموت انزين انا بقى انسل هاي واحصل مليون مالي الحينة بس بغيت اشرح لكم ليش ترى يعني كان لازم تعرفون ان ليش انا بسوي الادارة هاي ليش بالطريقة هاي الادارة قاعد تستوي اني اذا ما اشرح تركم بيكون غير واضح انزين خلونا نحط كم محل تجاري هني والله احس هني حرام ما في دكاكين من متى والله يبالي محلات تجارية والله يحتاج كم دكان في طلب على دكاكين عنا يعني مش انه ما في طلب انزين شوف هاي مشكلة للمدخول شو شو احين اذا الصناعة نزلت الصناعة نزلت تحت التكلفة ولا تحت شوي خلاص انا دمران والله انا ادمر 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 من هالحركة شوفوا عادي تنزل فلوسي هاي الحركة ترتقار انه توصل للاتباب بعدين تنزل بس بس مدخولها حلو مدخولها حلو ليش لان هاي يشتغلون بالمنتج كم يدخل كم ينتج شوفوا ينتج كم هذا من يبدأ يبيع عن يستوي وفلوس عندك مثلا هذا من يبدأ يبيع تبدأ فلوس عندك تستوي حسب الكوست لازم تدفع اول شي تكلفة اضافية قبل تسوي اي شي شوفوا كيف تنزل عندي تقعد تشتري هنا تسالفة فيها شروع وبيع ترا ياخذ موارد يدفع فلوس بعدين يرد يبيع بعدين ياخذ يعني الحين وصلنا المليون المليون هذا بننزل 14 ألف هايل ان شاء الله ما عندهم ان شاء الله ما عندهم وبنحطي الفيوجين باور بلانت خلاص الفيوجين باور بلانت راح ينقضنا من النكبات كلها خلاص ومش بس التوفير كان ستة الاف على فكرة التوفير اكثر من ستة الاف تعرفون ليش لان هذا كم ينتج كهرباء انا بخبركم ثان ثاني 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 بس خلونا نحط الشارع هذا هذا كم ينتج كهرباء الحين 16 14 الف ميجا واط انا ما بحتاج هذا كله بسير الميزانية الكهرباء نزلها نص بعد ما بها هذا اللي انت تنتجه كله ما بها وممحتاج لنا ومع ذلك راح ينتجه الاف فائض يعني انا نزلت 4000 زائز التلاف نزلت فوق النص يعني شوفوا الان كهرباء نزل بتنزل 5000 اللي حين قع تنزل مفروض ان ينزل ال 4000 نزيل بينزل ال 4000 يعني انا كم وفرت من 15000 وفرت 11000 اللي كانت تنزل يعني توفير خرافي بشكل ما تتخيلونا يعني خلاص طبعا الحين سلسلة بعد شرفت على انتهاء فلازم تعرفون هاي السؤالة كم يوم صار لكم تتابعون سلسلة هاي صار وقت طويل يعني فالوقت الطويل هذا يعني سوينا وايد منيجمنت اشياء وايد نزلنا وايد نزلنا شوفوا السياحة زادت الكوسة هني قال وايد شوفوا نزل 4000 ميجاواط فكنا من الصد عاكلها وزادت بما انه استوعنا منيجمنت زاد عدد الناس اللي عنا شوف 4000 ميجاواط روم ادبلة لين 16000 وهو المكسموم مضاني up to 16k الحد الطبيعي 8000 شوفوا يمكن ينتج لين 16000 ميجاواط مقابل كوس 16000 شي تافه جدا 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 وبما انه صار عندنا منيجمنت فالامور تنتعش الحين ندورنا واحد ثاني اذا ترجوكت انترتينمت اللي هي السياحة ميديكال سنتر حلو؟ حاليا ما بقى اللي عندكم هاردون هذا الريسيرتش تاكبليزن فسيليتين اوفرس ادوكيشن تو سيتسنس الحين ما نبى هذا التعليم الحين ما نبى تحت الارض هذا الهروب نبى الالتمت ريساكلينج سنتر يبقى كلايمت ريسيرتش حلو؟ كلايمت ريسيرتش هذا اسمه سيرتش تول على فكرة من احلى شئ نزلتها كلايمت ريسيرتش ستيشن هذا بعد يعطي الناس في نويس بلوشن في انترتينمنت هذا بيكون فنان وسط مدينة اللي شغالة الحين اللي هي او هاي هاي المحتاجين نوع من انواع السياحة ترى بس عندهم بس نص نص فخلنا نحطي هاي ما بقى احشرهم في مكان واحد ممكن احطيها هني او هني حتى او حتى هني مكان عند صديقنا هذا كلايمت ريسيرتش طرح بيسوي السعادة عام ما بيسوي السياحة بس المشكلة اذا احشرها مكان غصف براح اووو اعنا مكان هنين احنا مسوينا أحرا حك هالسوالف كلايمت ريسيرتش عند المستجعات في ناس تدور راحتكم سوي ريسيرج حق الجو والمبنى بسيط مبنى بان مبنى بسيط مرة ما في شي على البحر قاعد الحين بدينا في الخطوات الاخيرة للعبة خلاص يوم توصل لمرحلة انك ما تقدر تبني شي تعرف انك وصلت لمرحلة الاخيرة خلاص يعني هذا احلى ما في الموضوع مرة ثانية نرجع لأحبيبنا هذا يبقى الحين على حسب الشي نحن بنعرف بين نحطيه عنا مدن كبيرة حديقة حديقة تسوي هاي لازم حطيها هني هاي عنا جامعة تقدر تستخب الحديق بنحطي حديقة هني منها نزيد ساعات الناس بس ابا حط فيها شوارع هاي مش حلوة بطريقة هاي صراحة بنحطي فيها شوارع اقدر اشبك فيها دايركت اشوف ما في مكان اقدر اشبك في دايركت بس اقدر احطي حوله لان هذا جزء من ريسيرتش يعني مفروض ان يكون الناس حوله مستانسة يعني يسوي سعادة هذا هاش يسوي هذا على اساس تاني اوكسيد الكربون اظنين ينظف الجو وطبعا كل شيء له كوس طبعا كلوانا قاعد نبني يكلفنا فلوس يكلفنا هذا يكلفنا ذاك الاحين بنتم شوي 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 نحاول نحطيها دايركت 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 لوتين كافي. ومحله. هذا مال نحطيه عند المول. مول نقدر نحطيه مول اهني جنب المول مش جنب المول. بالطريقة هذي ما تدعمه ولا سفينة. هذا بمكان سياحي خلنا نشوف اللحظة. ايه سوى المكان سياحي. والله حليو تصدقون مش خلط ابدا. شغلات حلوة مسوين في اللعبة. شوفوا محلاة في نص النهر. نهر سياحي. شوفوا الناس تبتي هنا. في اماكن حلوة الناس تمشي فيها. بس ما ما كنا في باقي السلاسل. اكل حدائق ها. كل حدائق. والحدائق نحتاجها نحن. اساسا. في الضبط. حديد الزيقرد غاردن لا. هذي. هذي عادة لازم تكون. اهني عند المنتجعات. نسوي مكان حقها عند المنتجعات لانه. اذا ما حطينا الحدائق هاي عند المنتجعات وين حطيها يا سلام. الفائدة من مكانه بكبره. صح? فخلونا نكسر هذا الشارع. طراضيا. نزيل. ونكسر هذا الشارع حلو. وبنمد ادام المنتجع. الحدائق هاي. بما انها تسوي نويس فلوشن ابي باعدها شوي عن الربع. هاي يمتبينون اساس كل شيء. ويستوي عندكم انتبين تحطون شي تقدرون تحطونه. لانه زيل. هذا. اهني. نزيل. وشو بنسوي بنعدل الارض حوله شوي. نزيل وبنسوي ممشى. الطريقة هاي وراه. للشارع. ورجع الممشى ما من هنا. فاستوى عندنا الفلوتينج ولا الزقرد? 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 الزقرد حطينا. هنا. هني شوي 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 تبدو نزيدون مستوى 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 لين توصلون للمستوى التالي. هاي اللي ما عندهم قريب يار. عندنا مكان جاهز هنا لبس حقهم شوفوا. ورا الخدمات هنا. خلهم يستنسون. هنزين. النكست. شوفوا انتم شو حبه 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 سنترال بارك. بعد حديقة. سنترال بارك. هذي. هذي علة. هذي أبو العلى له هاي. هاي إذا حصلنا لها مكان زين. أساسا. بس هذي. واحدة من الشغلات اللي بتنحطه هني. لازم تنحط في مكان نفس هذا. لانه هني في تركيز عندنا سياحي. بس اقدر اسويها هني بس بشل الشارع هذا. نزين وبشوف شو الممشى اللي فيها. يا الله. الشارع الغتيث. نزين بسوي شارع. طريقة هاي. نبدأ نحط فيها الحديقة هذي. بالطريقة هاي. وفيها شارع في نصف هاي مرة. والله ما فيهم حيلة صراحة. بنسوي شارع بالطريقة هاي. يقطع هذا الشارع وهذا بنوصله. كنت على امل اني اوصله في هذا الشارع بس. لازم احطيه بالطريقة هاي. ليش اكيو بايت? انا رفعتك ليش? الحين هني بالا تكتكة شوي. هني عندنا بتستوي مشاكل. اذا انا بديت اقرر اني ارفعها هاي. بس اذا رفعتها. تحت مستوى القطار بشوي. رفعت القطار هني. سويناها قبل ترى. تمينا نرفع الشارع شوي شوي. مفروض شكليا تضبط معي. هاي شكليا مفروض تضبط ايوة. هاي الحديقة اللي بروح انزين. انا شو بسوي بسيل هذا. بحاول اسوي لها. اعادة تعيين مكان. في نفس المكان ايها طبعا. نظريا الحين لاني عدلت الشارع هني. مفروض يركب. وهذا ما بيركب طبعا اكيد. بس بيركب بالعكس شوفوا. ممكن ايه بسوي حركة ايه بشارع في الوسط. لا ما اقدر. اه. حرام. كان بيستوي اوكي. لحظة خلنا نعدل الوضع هني شوي. فالتول هذا يعني ما يعدل الامية بالامية بس ممتاز. يعني نحق بوضع نفس هذا. نغير للدنيا بالنسبة لي انا غير للدنيا كلها. شوفوا. هذا مكان سياحي بعد يعتبر مفروض. واي ديناس مفروض ان نزور اصلا. بسبب المونيمونتس اللي عندنا. شوفوا. هاي مكان سياحي مكان مكان سياحي حلو بعد. في كثافة عليه شوي. هذا المكان دمار شامل. اللحن بعدني ما دي الشهد في البيوت وهذا. اللحن محتاجين شوفوا. الريسايكليك سنتر سبعمية وخمسين الف. هني. يوم اقول لكم تحتاجون. فلوس دايما تكون بخي بزيادة. ما تصرفوا ميزانيتكم على الفاظي. بس خلنا نعدل البيوت هن. خلنا نعدل البيوت. انزيل اذا السالفة بالطريقة هاي هيلقع يتطور وانترى انزيل البيوت قاعد زيد اهني المكان تعبه شوفونا يوم يقول لكم ما علي من يزيد الطلب بيتعبه بدا يتعبه اهني ممكن الاراضي اللي ما استغليناها قبل نسوي لها فلنك حق عماير بس بعدني تحتهم ما بحطي فايل بس في اللي فوق عساس يكملون مع الصفة يعني في اماكن نحن ما حطينا فيها شيء الحين قاعد عبيها من باب حاجة سكانية اكثر من يكون باب اي شيء ثاني شوفو استوى عنا حاجة سكانية مكان يعني في ناس اعترضت على الشكل على السلسلة بس انا اشوف الشكل جيد جدا كتصميم بالنسبة لي انا شبه راضي عن المكان حتى حتى المطار جيد جدا شوفو من جيد جدا على ممتاز مكان يعني حتى هني الكارغو هذا ترى شغل يودي اغراض يب اغراض الناس هني قامت الداوم هني عندنا مفروض مستوى الموظفين ارتفاع كان اقل من هذا ما بشغالين على ساعة كاملة بعدنا في وايد اكشن يستيه في المكان ما تلحقون يعني ما ما تلحقوا عليه يعني تباركم تشوفون هني في عندنا قمامة معنا الريسايكلنك سنتر هني هذا الريسايكلنك بيكون شي عجيب يصر رسايكلنك هني ما في رسايكلنك عندي قوي مفروض يكون قوي فبالتالي بحطي لهم نقطة تجميع هني اضطر اشيل هناك ما في حال ثاني شويه غباء لان هذا هني اصلا بس احس بشوف شو بيسوي في انتشر عبر المكان ولا شي ما تعرفون هذا ووتر بروسسينج كومبليسكس اوكي هذا انتج لنا الحين ماي ويست بروسسينج انتج لنا ماي وانا مي وثنين سعين الف اللي هو عبارة عن هذا اللي محتوط تراه حاليا اوكي مش غلط مش غلط ابدا مش غلط مكان والله الصناعي دايما فيه التلوث يلوع الشابت انزين تذكرون هم كانت جامعة الحين جامعة هني احسن بعدين ارجع يقول كان قرار حكيم ان خصصت يوم اني اتخلص من الزيادات والجامعة واللحين افكر ابيع هاي مش هاي هاي لا هذا سجل ابيع هذا لان احس ما منه فايدة وزايدة التكلفة على الفاضي بس احس زين يدرسون البي اتشوفوا حالة المينة حالها اللماكن مكان زين انا هنيم كل بعد ما استغلت استغلال صحيح المكان ما عندنا تصميم حلو بس في مجال زين هذا المجمع هذا ابقى حطي قريب منه هني احاول اخلز الحشرة مكان معين وش اسمه مكان معين وهذا في حد زارة هي في حد في ناس تزور بس مش بالشكل الخرافي اللي ممكن واحد يتوقع انه يستوي الزيارات عليه اللي بعد محتاج ازيد اصدق المصانع خلوني ازيد مصنع لانه كل المنتجات عندي بزيد اهني مصنع كار فاكتوري محتاج كل النواع اللي موجود وكل شي موجود عنه وكل شي موجود اهني بس المصنع محذات الضخم جدا 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 بس مكان اوكي ليش لانه طايع في مكان عدل فبحطيه على الهايوي هذا دايركت اوكي وبخلي استفيد من كل شي موجود اهني الحين مفروض الجماعي يبول كل شي انتج سيارات اهم الخطوات الاخير انا واحد يبدأ ينتج سيارات معناه وصل اه مرحلة ضخمة من الهذا والمصانع بعد شوي انا مهمل انها لانه ما بحاط فيها وايد صراحة انا مش حاط بال وايد عليها بصراحة اتكلم من حق يعني بس كان عندنا مخزن متلز هني صح اللي هو هذا كان هاي هذا المتلز وفيه ستوك يعني مفروض يبوله هني ما يبوله القلاس والبلاستيك يبوله من هني هذا يبوله نبا ينتج سيارة اه اوكي يبوله حديد شوفوا الماتيري الكوست الفين وشي والفايدة ثمانتالاف وشي تخيلوا انتو ويقعد انتج سيارة دعنا نزيده مئة وخمسين في الامية عساس ان ينتج اسرع خلاص اي ان الكوست مرتفع مرتفع تكلفة مرتفع مرتفع بس فايدة بعد تستاهل ترى هذا كل استوى على عدد سكان خمسين الف كلمة خمسين الف شخصيون يشتغلون فقط يسوي لكم هذا كله هني بعد مساحة حلوة ما استغليتها وايد هني عندنا مساحة حلوة ممكن نسوي فيها شيء هاي مساحة كنت فكرت سويها الصناعية بس ما سويتها خليتها فاضية للمستقبل هاي استغليتها صراحة احسا كان مشروع جدا ناجح والناس في زيادة معناها الناس التي اكثر كل شي قاعد يزيد عدد الطلب عندي للناس يزيد الطلب هاي الامور ويتزيد باي نيولاند ما بشتري ما عندي عندي ارض ويت انا قاعد سوي زحمها صرا هذا انتج سيارة وقاعد ينتج عني الفايدة قاعد زيد هذا المصانع هني خلاص قامت مش تغطي فايدتها قامت دايما دبل الفايدة اساسا بس باقي الشغلات اللي تغرقها مثل صيانة الشوارع وغيره 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 دايما تغرق الميزانية هاي دايما تسوي الفرقية صعبة على فكرة وقت اللي الحلقة خلص ويمكن ما سوي نوايد غير ما عادة امور تنظيمية في هالحلقة نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته